هل انتهت الحرب في اليمن؟ سؤال برسم الهدوء الذي أقرت به المنظمات الإغاثية الدولية لأول مرة منذ خمسة أعوام عاش خلالها اليمنيون على وقع معارك لم تنتهي إلى تحقيق الأهداف المشروعة للحرب اللاعب الأكبر في هذه الحرب هي السعودية ومعها الإمارات وإيران وجميعهم وعلى اختلاف مساراتهم وأدواتهم تشارك هدف وعد ثورة الحادي عشر من فبراير التي يفصلون أقل من شهر فقط على حلول ذكرها التاسعة في أحدث تقرير لوكالة رويترز أقرت منظمات دولية تعنى بالإغاثة والعون الإنساني بأن الهدوء يسود بالفعل معظم المدن والمناطق والجبهات الرئيسية للقتال على نحو يفيد بأن الحرب قد وضعت أوزارها لكن دون نتائج تقترن بالسلام المستدام وبإعادة الدولة الموزعة بين أطراف المتشاكسين إلى الإرادة الوطنية الجامعة للشعب اليمني المسؤولة في مجلس اللاجئين النرويجي سلطان بيغوم أحد المسؤولين المتفائلين بتطورات الأوضاع في اليمن فالأخبار وفقاً لبيغوم ليست كلها سيئة فقد تحسن الأمن الغدائي خلال العام الأخير وأصبح برنامج الأغذية العالمي يطعم الآن 12 مليون إنسان شهرياً وأدت مبادرات دبلوماسية إلى تقليص الضربات الجوية في الشهر الأخيرة وعادت الأمور إلى شيء من طبيعتها في بعض المدن الكبرى شواهد الهدوء تتجلى بوضوح في مناطق التماس الأكثر هشاشة في البلاد من الحديد إلى نهم والجوف وصرواح والبيضاء وتعز مع بقاء المتارس والخنادق والأيدي على الزناد الحرب وفقاً لمشهد متوتر كهذا لم تتوقف وما بقي من أثارها انتقائي إلى حد كبير لجهة أهدافه ففي صعدة ينخرط مقاتلون محسوبون اسماً على الجيش الوطني في عمليات عسكرية تدعمها السعودية وهدفها الأساس حماية الحد الجنوبي للمملكة والتقليل من النشاط العسكري لميليشيا الحوث الانقلابية وفي محافظة الظالع ثم تحرب على علاقة بالحدود أيضاً فالمواجهات العسكرية تدور في المديرية الشمالية للمحافظة التي أخرجها المجلس الانتقالي من حساباته منذ أن ظهر على الساحة الجنوبية بدعم إماراتي عام 2017 وما تقوم به قواته يأتي بهدف إعادة تعيين الحدود الشطرية بعد أن شهدت الأشهر الماضية خذلاناً للمقاومة الوطنية في تلك المديريات خصوصاً مديرية الحشة التي تضم كتلة سكنية كبيرة بعد خمسة أعوام من الحرب يسود الهدوء معظم الجبهات فيما تبقى الاستحقاقات الكبرى دون حسم في وقت أغرق فيه التحالف السلطة الشرعية بانقلاب جديد تتركز كل الجهود لترسيمه ضمن اتفاق يضاف إلى الإنجازات الخائبة لهذا التحالف وقائدته المثقلة بالإخفاقات الإقليمية والدولية